موارد البيئة وحمايتها موارد البيئة الموارد الطبيعية الموارد الطبيعية هي عناصر البيئة والتي نأخذ الفائدة منها والتي تكون ضرورية لحياتنا وبعض الموارد الطبيعية تكون من الموارد المتجددة أي أنها تكون من الموارد التي يعاد تدويرها وتتجدد باستمرار ومن أمثلة هذه الموارد ضوء الشمس فالشمس مورد لا ينضب بمشيئة الله إذ يوفر لنا المقدارا ثابتا من الحرارة والضوء وأيضا الهواء فالهواء موجود وتجدد دائما بواسطة النباتات والماء أيضا يمكن اعتباره من الموارد المتجددة فسقوط الأمطار وذوبان الجليد يجدد من مصادر المياه وهناك نوع ثاني من الموارد الطبيعية وهي الموارد غير المتجددة وهي المواد التي تستهلك بسرعة أكبر من سرعة تجديدها ومن أمثلة هذه الموارد النفط فالنفط يحتاج إلى مئات ملايين السنين ليتم تجديده وأيضا تعتبر المعادن والفلزات من الموارد غير المتجددة الوقود الأحفوري من أمثلة الوقود الأحفوري الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي والوقود الأحفوري كما رأينا يحتاج إلى مئات ملايين من السنين لكي يتكون إذن يجب علينا المحافظة على الوقود الأحفوري لأنه مورد طبيعي غير متجدد لذا عند استخدامه بدون المحافظة عليه فإن هذا يؤدي إلى ازدياد سعره كما قد يؤدي استخدامه إلى مشكلات بيئية فاستخراجه يؤدي إلى إزالة طبقات كبيرة من التربة والصخور إما يؤدي إلى تتمير النظام البيئي كما وأنه لاستخدام الوقود الأحفوري يجب أن تتم عملية احتراق لهذا الوقود وهذا الاحتراق ينتج غازات مدره بالطبيعي فلهذا يجب علينا تقليل استخدامه والبحث عن البدائل له الآن سنذكر أمثلة على بعض البدائل للوقود الحفوري أول هذه البدائل هي الطاقة الكهرومائية وهي طاقة تنتج عن تحويل طاقة المياه الساقطة لتشغيل مولدات الكهرباء وتكون بهذا الشكل فيبنى سد قرب مسطح مائي وتستغل طاقة وضع الماء تنزل وتحريك هذا المولد الكهرباء وتمتاز هذه الطاقة أنها غير ملوثة للهواء فلا يوجد في هذه الطريقة أي حرق لوقود أحفوري ولكن توجد بعض العيوب لهذه الطريقة فإنه في الغالب يجدب بناء سدود لتوليد الكهرباء بهذه الطريقة وبناء السدود هذه قد يترتب عليه تدمير المواطن البيئية ومن أنواع الطاقة المتجددة طاقة الرياح وهنا تعمل الرياح على تحريك التوربينات في مولدات الطاقة الكهربائية وأيضا تعتبر هذه الطاقة نظيفة حيث أنها لا تضمن أي احتراق فهي غير ملوثة للهواء لكن من عيوبها أنه يجب أن تكون هناك رياح وعلى الأقل سرعتها 32 كيلو متر في الساعة ليتم توليد الكهرباء بهذه الطريقة ومن أشكال الطاقة المتجددة الطاقة النووية وفي مفاعلات الطاقة النووية يعتمد على انشطار ذرة اليورانيوم لإطلاق كمية هائلة من الطاقة ثم تستخدم هذه الطاقة في تسخين المياه وإنتاج البخار ومن ثم يستخدم هذا البخار في تحريك التوربينات وفي هذه الطاقة لا يوجد احتراق فتكون هذه الطاقة نظيفة ولا تلوث الهواء لكن هناك مشكلة ترتبط بالطاقة النووية وهي المخلفات النووية فإنه مع قلة المخلفات النووية إلا أنها نشطة إشعاعيا ونشاطها هذا قد يبقى إلى آلاف السنين لذا يجب الاهتمام بتخزين هذه المخلفات بطريقة ملائمة حتى لا تتسرب الأشعة وتسبب دمار البيئة المحيطة بها ومن أنواع الطاقة المتجددة أيضا الطاقة الحرارية الجوفية وهي الحرارة الموجودة في باطن الأرض وهي حرارة عالية كافية لصهر الصخور وهذه الصخور المصهورة تكون ما يسمى الخزانات الحرارية الجوفية فعندما تصل الصخور المصخورة إلى قريب من سطح الأرض فتصل إليها المياه سواء كانت مياه الأمطار أو المياه الجوفية فإن هذه المياه تسخن وتشكل البخار هذا البخار يعلق تحت الضغط العالي في الشقوق أو الفجوات وهذا ما نسميه الخزانات الحرارية الجوفية منشآت الطاقة الجوفية الحرارية في هذه المنشآت يتم حفر آبار للوصول للخزانات طبعا نقصد الخزانات الحرارية الجوفية ثم بعد هذا يتم استخدام البخار المخزن في هذه الخزانات لتوليد الطاقة الكهربائية الطاقة من البحار والمحيطات في هذا النوع من الطاقة يتم استخدام طاقة المد والجذر لتوليد الطاقة الكهربائية فإحيانا يكون فرق الارتفاع بين المد والجذر قد يصل إلى 16 متر في بعض الأماكن وباستغلال حركة المياه في الارتفاع والانخفاض يمكن توليد الطاقة الكهربائية لكن هذه الطريقة لها عيوب فلا يوجد أماكن كثيرة بها فرق ارتفاع كبير بين المد والجذر ففرق الارتفاع الكبير هذا يوجد فقط في أماكن محدودة ومن أهم مصادر الطاقة البديلة الطاقة الشمسية فيمكن استغلال الطاقة الشمسية في تدفئة المنازل وذلك عن طريق دهنها بطلاء خاص يمتص الحرارة كما يمكن أيضا استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء عن طريق ما يعرف بالخلايا الشمسية حيث تقوم هذه الخلايا بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وإذا تم استخدام الخلايا الشمسية يجب استخدام البطاريات لاختزان هذه الطاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر